بسم الله الرحمن الرحيم نقف عند بعض المواقف التي نأخذ منها العبرة والعظة والفائدة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا فهذه السيرة هي نموذج من هذه النماذج التي ينبغي علينا أن نقتفي فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية أيها الإخوة تكلمنا عن أول من أسلم أو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن أهل العلم أجمعوا على أن أول من أسلم هي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كما ذكر أهل العلم أن أول من أسلم من النساء خديجة ثم من الرجال أبو بكر ثم من الصبيان علي بن أبي طالب ثم من الموالي قلنا زيد بن حارثة نعم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ في الدعوة ودعوة الناس إلى الإسلام ابتدأ في خاصة أهله فكان عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ في زوجته فعرض عليها الإسلام أو هي رضي الله عنها قد رأت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات وهذا الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم وحينما ذكرنا أيضا في الحلقات الماضية حينما عرضت ذلك على ابن عمها ورقها بن نوفل فأقر وذكر أن هذا النموس الذي نزل على موسى فكانت خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم وهي زوجته رضي الله عنه وذكرنا فضلها أيضا ذكرنا قصة علي رضي الله عنه وامتنان الله جل وعلا عليه بأن يكثله النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ذكرنا أيها الإخوة ما كان من زيد بن حارثة حينما أهدت خديجة رضي الله عنها زيدا وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم فأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من النبي صلى الله عليه وسلم كل خير ووجد منه العطف الأبوي ووجد منه كل أخلاق حسنة وسمات وصفات حميدة فهذا الذي جعل زيد بن حارثة رضي الله عنه يقبل الإسلام ويبادر إلى أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أيها الإخوة أن كما ذكر من المواقف أهل السير أن أباه وعمه جاءوا إلى مكة لكي يشتروه ويردوه إليهم لكن زيدا رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل بذلك فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له نريد أن نشتري منك زيدا يعني ابنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخيره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وخيره بأن يبقى عنده أو أن يرجع إلى والديه أو إلى أهله فما كان من زيدا رضي الله عنه وهذا من المواقف العظيمة التي تدلنا أيها الإخوة وأيها الأخوات على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق الناس بصفاته صلى الله عليه وسلم وبشخصيته فما كان من زيدا رضي الله عنه إلا أن قال لأبويه عمه وأبيه أنه سيبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل الذي اشتهر عندنا وهو أنه تبنى زيدا رضي الله عنه فكان يدعى زيد بن محمد وقال للناس كلهم أنه وارث له كما ذكر ذلك أهل السير أيضا أيها الإخوة ذكرنا ممن أسلم ابتداء أيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع زينب ورقية وأم كنثوم وفاطمة تبادرا أو بادرا بالإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أيها الإخوة؟ لأنهن نشأنا في هذا البيت الطاهر وهذا البيت الذي بني على خير وعلى سمات الخير وعلى صفات الخير فأبوهن محمد بن عبد الله نبي هذه الأمة والرجل صاحب السجاية الطيبة وصاحب الأخلاق الحميدة فكان من بناته صلى الله عليه وسلم أن يقبلنا الإسلام ويسلمنا معه صلى الله عليه وسلم ابتداء أيضا نرجع إلى هذا البيت المبارك فكان فيه خديجة وكان فيه علي وكان فيه زيد وكانت معه بناته الأربع صلى الله عليه وسلم وهم أول من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر أيها الإخوة يدلنا على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أول من بادر بالإسلام به صلى الله عليه وسلم نكمل بعون الله عز وجل بعد الفاصل الحمد لله رب العالمين نعم أيها الإخوة كان بيت النبوة بيتا طاهرا مستجيبا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ذلك أيها الإخوة ونحن نعلم مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه وبناته الأربع نعم هن أول بن أسلم واستجابا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك أيها الإخوة وأن يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم من كرم السجاية وحسن الخلق والأدب فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم لذلك امتثلوا لأمره صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في دعوة أهله عليه الصلاة والسلام وكما جاء وذكر أهل السير أنه ابتدأ بتعليم أهله كيفية الوضوء وكذلك الصلاة كما سنذكره بعون الله عز وجل في حلقات قادمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وعلمها كيف تعبد ربها وكذلك أيضا علم علي وكما جاء أيضا عند أهل السير أنه كان يخرج هو وعلي لكي يصلي في شعاب مكة وأيضا كان أيضا ينهى زيد بن حارثة رضي الله عنه عن أن يقبل أو أن يتمسح بالأصنام كما ذكر أهل السير نقول ذلك أيها الإخوة ويجب علينا أن ندعو أهلنا وأهل بيتنا لكل عمل صالح فهم أمانة في أعناقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وربنا قبل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وفي بيته فكان هذا البيت الطاهر كان هذا البيت أيها الإخوة كما قال أهل السير هو أول بيت يقرأ فيه القرآن وهو أول بيت يصلى فيه لله جل وعلا وهو أول بيت يمتثل أوامر الله جل وعلا وهو أول بيت تجتمع فيه هذه الصحبة وهذه الثلة السابقة في الإسلام فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كانوا هم السابقين وهم أول من أسلم لذلك يجب علينا أيضا أيها الإخوة أن نعرف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم بل وأن نصلي عليهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه وكما ذكر أهل العلم أن أفضل صفة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية وهي قولنا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دائما إذا أردنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نصلي أيضا على آله صلى الله عليه وسلم نقول هذا الأمر أيها الإخوة ويجب علينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي أو كان يحرص على هداية آل بيته فاجتهد صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته وأولاده ومن في بيته ممتثلين لأوامر الله فاجتهد صلى الله عليه وسلم وكان له من الله جل وعلا أن استجاب له أهل بيته فالواجب علينا أيها الإخوة من الآن أن نحرص على زوجاتنا وأن نحرص على أولادنا وبلاتنا وكذلك من عندنا في بيتنا من خدم وغيرهم أن ندعوهم إلى الله عز وجل ويجب علينا أن نعلمهم أمور دينهم لكي نكون قد تسينا واقتدينا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم نكمل بعون الله عز وجل هذه السيرة العطيرة في حلقات قادمة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر